البداية إذا كان عندك تعليق على أو إضافة على ما تفضل بين الدكتور عبد المنعم سعيد فيما تعلق بهذه التحديات وأهمها طبعا تعليم تحدي السلفي يعني هو فيه فعلا يعني التحديات تتعلق بالوعي ممكن نقول على المستوى الجزئي وعلى المستوى الكلي لو هنقول على المستوى الجزئي لازم نحدد مجالات أو قضايا معينة تعليم صحة اقتصاد إلى آخر وده الحقيقة بقى موجود في معظم دول العالم وليه أسبابه يعني مثلا لما جات أزمة كورونا كان فيه مشكلة في الوعي الصحي في أكثر الدول تقدما في الوقت المتحدة نفسها ناس رفضت تلبس الكمامة ناس اعتقدت أنه اللقاح أو الفاكسين ده مؤامرة سواء مؤامرة ضد البيض أو مؤامرة من البيض ضد السود ودي دولة أكثر دولة يعني متقدمة وفيها الوقت المتحدة حتى هذه اللحظة عندها مشكلة ممكن نحطها برضو تحت موضوع الوعي تتعلق بنتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة قطاع كبير من المواطن الأمريكيين بيعتقد أنه الانتخابات مزورة ويرفض النتيجة وبيرى أنه مكينات التصويت العد الإلكتروني كانت مبرمجة سلفا فأنا عايز أقول الأضايا دي الأضايا الفرعية دي هنلاقيها موجودة في دول كثيرة من دول العالم أحد وبتزداد في الحقيقة في الدول المتقدمة كلما ازدادت مساحة وسهولة الحصول على المعلومات كلما بقى يعني المواطن اللي دخله بسيط وتعليمه محدود معه تليفون زكي ويصل الانترنت وعنده إمكانية للتعليق ده يعني حصل تمكين للمواطن العادي بشكل كبير جدا والمواطن العادي اعتقد أن رأيه لا يقل أهمية عن رأي المختص وعن رأي النخبة وفي موجة الحقيقة بتشهدها العديد من الدول الغربية دلوقتي اللي هي ثورة على النخبة وثورة على المتخصصين لمجموعة زي دي قعدة وبرنامج تلفزيوني تدي نصيحة وتدي رأي المواطن يقول لك طب ما أنا برضو لي رأيي إلى أخو فحصل تمكين اللي نقدر نسميه هنا تمكين للهامش وليس تمكين للأصل أو الخبرة إلى أخو طيب الدول دي اتعاملت مع هذا الأمر إزاي وده برضو لازم نفكر فيه بالنسبة لنا أول حاجة ممكن أشار إليها الدكتور عبد المنام العلم رسالتك في التعامل مع هذه القضايا الفرعية سواء قضية صحة قضية بيئة قضية اقتصاد إلى آخره العلم ماذا يقول العلم في هذا الأمر ويمكن قبل العلم يعني نقطة تانية عدم التجاهل يعني أيا كانت القضية يجب عدم تجاهلها لأنها ممكن تبقى كورة تلج وتجبر وقت عدم التجاهل العلم استخدام رسالة علمية واضحة واستخدام الأدوات التي ساهمت في نشر هذه الفكرة فإذا كانت جات عن طريق الإنترنت لازم تستخدم نفس الأداء ما ينفعش كورة تلج قاعدة تجبر في الإنترنت وإنت بتخطبها من خلال شاشات تلفزيون أو من خلال التعليم الكتابة أو الصحف المطبوعة إلى أخره الحاجة أيضا المرتبطة بيها وده أنا شايف الحياة فيه اهتمام به في مصر وخاصة بعد 2013 المهم التذكير دائما بالإيجابيات لأنه يعني في أحيان كثيرة يعني الصورة السلبية أو الإعلام يميل إلى نشر الصورة السلبية ويجدها أكثر جاذبية ومن في الحكم يعني يعطقت هو أكثر إصارة أنك تقول فيه يعني صور مدرسة أو سلم مدرسة من 500 ألف مدرسة موجودة وقعوا توفية طالبة يعني لأنه أكثر إصارة من أنك أنت تقول تبنى السنة دي مثلا أو أن العملية منتظمة في 500 ألف مدرسة أخرى فمسألة الحديث الجانب السلبي سوف يستمر دائما حديث ولكن لا يجب أن تعتقد ولو للحظة وده أنا أعتقد كان سائد في مصر لفترة يعني أن الإيجابي سوف يشرح نفسه وأنه أنك عملت منشأة عملت كبري مجرد المواطن هيعد عليها هيفتكرها لا لابد بجانب الجهد اللي بيتم لنشر الطاقة السلبية أن يكون هناك جهد لنشر طاقة إيجابية في المجتمع ده بالنسبة للأضايا المختلفة فإحنا نقول والله عندنا تحدي في موضوع الصحة في الاقتصاد نقص وعي نتعامل معاه وفقا لهذه الأساس لكن أنا بالحقيقة برضو يهمني القضية الكبرى اللي مرتبطة بالوعي اللي هي قضية الوطن والمشروع الوطني وفكرة الدولة الوطنية لأن دي ليها أيضا دور أساسي في التعامل مع التحديات الفرعية لأن الفرعيات دي في النهاية هي جزء من الكل لو عندك تحدي صحة تحدي تعليم أنت لا تتعامل معه كجزء ولكن هو جزء من المشروع الكبير لابد من بلورة المشروع الكبير لابد من بلورة الوعي بخصوص المشروع الكبير ولابد للعودة لهذا المشروع الكبير وأسس المشروع الكبير عند التعامل مع القضايا الفرعية يعني القضايا الفرعية لها منطقها الخاص بالفرع ولكن التعامل معها يجب أن يكون جزء منه العودة للكل والعودة للمشروع الكبير يعني المشروع الكبير ده زي ما احنا قاعدين كده كل واحد قاعد في زاوية هو الضوء اللي مالي الستوديو ده كله اللي نازل علي ونازل عليك ونازل على كل الضيوء